تحية لك اللي عم بتابعونا عبر موقع الفن بفقرة توقعات الأبراج ورح نبدأ بالتوقعات الإسبوعية للأسبوع الأخير من شهر أغسط 2022 وبداية مع مولود برج الحمل عزيزي مولود برج الحمل خطوة مهنية جريئة رح تسمح لك باستعادة حضورك الفعلي ضمن محيط عملك الحالي والأجواء تبدو داعم كل الإجراءات المرتبطة فيها عاطفياً عم تشعر بالتعب والإرهاق من الجو العامي اللي أصبح عم يتحكم بظروف وضعك العاطفة ونصيحتنا لك ما تفتح الباب للأفكار السودوية ترجع تسيطر عليك عن جديد مولود برج التور ما عم تمشي أمورك المهنية بشكل مطلوب وكأنه طاقات الحسد ابتدت تحاصر معظم إنجازاتك المهنية والمالية بوقت واحد عاطفياً حقيقة مشاعرك تبدو مختلفة تماماً عن تصرفاتك وأسلوبك العاطفي مع الشريك ومع ذلك تبدو متأمل بتطورات جديدة يفاجأك فيها مولود دا برج الجوزاء رح تحصل على دعم مهني متوقع من بعض الأصدقاء ومن المحتمل هذه الخطوة تساعدك على إدارة الواقع الحالي بشكل تدريجي عاطفياً ما رح توفر أي فرصة أو جهة شخصي ممكن يفيدك بإصلاح حياتك العاطفية حتى ولو بشكل مؤقت وخصوصاً عند الأشخاص اللي عم بعيشوا أجواء معقدة مع الشريك مولود برج السرطان تبدو مهتم بترتيب بعض الأوراق المهمة قد تكون مالية أو قانونية بالإضافة لقرار مهني جديد بانتظار البعض من موليد برج السرطان عاطفياً الأجواء الفلكية رح توفر لك الفرص المناسبة لإقامة علاقة والدية مع الشريك بعيد عن التحديات والانفعالات السابقة فاستغل الأمر بشكل صحيح مولود الأقصد عم تزعجك المستجدات المهنية اللي عم يفاجأك فيها محيط عملك الحالي وكأنه الأمر مقصود حسب قراءتك لشخصية الأشخاص يلي بتجمعك معهم بعض الأعمال المشتركة عاطفياً ظروف المرحلة الحالية عم تحرمك من الاستقرار الحقيقي مع الشريك بالرغم من محاولاتك المستمرة لتليين مشاعر تجاهك بشكل أفضل مولود العزراء عم بتعاني من تعقيدات معينة عم تمنعك من تصحيح مصارك المهني بشكل أفضل بالإضافة لإنجاز إداري مرتبط ببعض الأوراق المهمة بالنسبة لك عاطفياً عم تزعجك أفكار الشريك وطريقة أسلوب وبإدارة ظروف علاقتكن سوا ولا يبدو أنك قادر على التحكم بعقلية مشاعر تجاهك مولود الميزان عم بتفكر بالحلول السريعة يلي ممكن أنها تقوي حماسك على البدء بمشروع عمل جديد وخاص فيك تحديداً وبدون ما تتردد أو تخاف من نتيجه البعيدة أو إجراءاته المرتبطة بهذا الأمر عاطفياً عم بتعيش أجواء عاطفية متقلبة عم تضيع عليك فرص الاستجابة لما فهي ممكن توصلك لنتيجة أفضل مع الشريك مولود العقرب تبدو مقبل على مرحلة مهنية مهمة قد تكون مفتوحة على عدة خيارات ومستجدات مالية بوقت واحد وتوقع تغيير إيجابي بواقع الحال قريباً عاطفياً لا يبدو أنك راضي عن وضعك العاطفي إطلاقاً وخصوصاً أن الأجواء الحالية عم تتحدث عن مرحلة صعبة مرتبطة بأحوال الشريك وبظروفه الحياتية مولود القوس عم بترأب بشففية تامة وضع ظروفك المالية ورح تشتهد على استعارة التوازن الفعل المرتبط بهذا الأمر تحديداً قبل الانتقال للحظة الحاسمة أو لمباشرة عمل جديد عاطفياً استمرار تعقيد الأمور العاطفية تبدو مرتبطة فعلياً بظروف الشريك وبمدى حماسه على فتح المجال لأجواء التقارب بالمشاعر ما بينك وبينه عن جديد مولود الجديد تبدو مقبل على مرحلة مهنية جديدة ورح تحصم من خلالها حالة ألا استقراري اللي كان على مسافة قريبة منك بالفترة الماضية بالإضافة لمكسب مالي بانتظارك عاطفياً رح يتم التفاهم على بعض النقاط الأساسية قبل إعادة النظر باستمرارية علاقتك مع الشريك وخصوصاً عندي اللي عم بعيشه أجواء مهتزة مع شريكهم العاطفة مولود برج قدل والفلك عم يتحدث عن تغيير مهني مستجد رح يجبرك على ترك بعض التفاصيل المالية لمعالجتها بالفترة القادمة بالإضافة لمشروع السفر عم بدور برأسك عاطفياً علاقتك مع الشريك عم تشهد تراجع واضح بالمشاعر ما بينك وبينه وابتدت تعطي انتباع غير محبب بداخل كل واحد فيكن تجاه الآخر آخر الأبراج معنا مولود الحوت عزيز الحوت عم بتفكر بنشاطات جديدة أو بخيار مهني سيبت تضمن من خلاله مردود مالي محدد بالإضافة لإجراء قانوني مهم بانتظارك عاطفياً متجازف بما تبقى من مشاعر حلوة بتجمعك مع الشريك ونصحتنا إلك تستغل الفرص المناسبة لتفعيل عملية التواصل مع الشريك بشكل مختلف عن السابق لكل على بينهم يتواصلوا معي أو يعرفوا أكتر عن حظوظهم الفلكية والعبور السنوي وتأثيروا على الخارطة الفلكية تبعيتنا وأسئلة كتير عم بتدور براسكم وحبين تعرفوا أجوب بطا فيكن تحكوني على 0961 71 77 85 86 والرقم التاني اللي هو 0961 71 77 85 87 أنا جمانة وهبي بدي أكون بألكم أتضلكم بألف خير باي باي اشتركوا في القناة